الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإنسان إذا بلغ فإنه أصبح مسؤولا عن كل أعماله ويحاسب ويكتب عليه كل صغير وكبير من خير أو شر لأن الإنسان لا يكتب عليه شيء طالما لم يبلغ كما روى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل بناء على ذلك فلا علاقة للوالدين بعد بلوغ الولد بما يرتكبه من معصية أو ذم كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى أما إذا قصر الوالدان في التربية والتأديب والتعليم والتوجيه من الصغر فإنهما يؤاخذان على هذا التقصير وليس على الذنب والمعصية التي وقع فيها الولد بعد البلوغ فالإنسان إذا بلغ أصبح مكلفا تكليفا شرعيا وهو مسؤول عن جميع تصرفاته وإذا أذنب أو عصى فإن الله يحاسبه عليها أما الأب فلا علاقة له بذنوب ولده ولا يتحمل عنه وزر ذنوبه ومعصيه فلا أحد يحمل ذنب أحد ولا أحد يحاسب عن أحد إلا إذا كان يحرضه على المعاصي والذنوب فإنه يتحمل إثم الدعوة إلى الفجور والفساد كما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون هذا والله تعالى أعلم